اهلا بكم في موجز لأهم وخي الأخبار أعلنت قوة دفاع البحرين عن استشهاد عنصر آخر من قواتها متأثرا بجراحه نتيجة الهجوم العدائي الذي نفذته ميليشيات رحوثي على القوات البحرينية العاملة ضمن تحالف دعم شرية ونعت القيادة العامة لقوات البحرين الوكيل أول آدم سالم نصيب والذي استشد اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه في الهجوم الحوثي الغادر يوم الاثنين الماضي على القوات البحرينية المشاركة في تحالف دعم شرية في اليمن والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية أخمدت مدفعية المقاومة الجنوبية بجبهة ثرة مصادر نيران لميليشيات الحوثي الإرابية المتمركزة على أعلى السلسلة الجبلية في الجبهة الحدودية شمال غرب مديرية لودر بمحافظة أبيان وفد رئيس عمليات جبهة ثرة سالم علوي البركاني أن ميليشيات الحوثي قامت باستهداف بواقع المقاومة الجنوبية بواكدا أن مدفعية قوات المقاومة الجنوبية تمكنت من الرد على القصف وإخماد مصادر نيران الانكلابي قالت القوات الجنوبية في بيان إن وحدات عسكرية وأمنية نجحت في تطهير وتمشيط بلدة الحاجلة بالقرب من معسكر وادي الرفض شرق مدرية موديا وكذا البيان أن القوات تمكنت من تطهير أحد الأوكار التي كانت تتخذ منها التنظيمات الإرابية كتنظيم القاعدة مقرا لعملياتيا لها ومعسكرا لتجميع فلولها والدعم اللوجستي وآتي ذلك ضمن عمليتي سهم الشرق وسيوف حوص أفادت مصادر محلية للغض المشرق أن ميليشيات الحوثي اعتددت على البواطنين المشاركين في مسيرات إحياء ذكرى ثورة السادس والعشرين من سمتبر في صنعاء وإب وكذلك الحضيدة وأضافت المصادر أن هذه الذكرى تحولت إلى معركة جديدة بين اليمنيين وميليشيات الحوثي والذين أكدوا على تمسكهم بأهداف الثورة التي أسقطت النظام الإمامي وامتداده المتمثل في ميليشيات الحوثي ترأس محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالموضي بي المكلة اجتماعا موسعا للجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة القضاء المتصلة بالجوانب الأمنية والإجراءات المتخبة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريبة في الاجتماع استمع المحافظة إلى تقارير تناولة المهام والوجبات التي تطلع بها الأجهزة العسكرية والأمنية في خدمة الأمن والاستقرار والطمئنين في المجتمع كما نوقشت الإجراءات المتصلة بالخطة الأمنية وخطة التعزيز وحماية السواحل والموانئ ومتابعة المطلوبين أمنيا لتقديمهم للعدادة نهاية الموجز للقاء